السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائه الله بالصف الأول الثانوي أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء ومعاكم رجب رمضان النهاردة هنتكلم عن النظرية الكروموسومية الدرس الأول من دروس مادة الأحياء في الترم الثاني علشان ما نطولش عليك نقولك جهز أوراقك جهز ألمك شوية تركيز ونبدأ مع بعض بسم الله مبدئيا وقبل ما نتكلم خالص بنقولك أن الإنسان محاولاته مع علم الوراثة لم تتوقف من البداية من أول ما تعلم الزراع وهو كان مثلا بيزرع محصول معين فبيحصل على دورة من الدورات فيها النبات بمواصفات مرغوبة فبيحاول أن هو يحتفظ بهذه الصفات في الجيل القادم أو في الدورة القادمة فكان بيحتفظ ببعض من البذور ويجي يزرعها في السنة اللي بعدها ممكن تنجح وممكن لا في بعض الأحيان لما تعلم تربية الماشية والدواجن مثلا عنده في البيت بيربي دجاج على سبيل المثال ففي عنده صودف أن في دجاجة بتكون بيوضة وفي نفس الوقت وزنها مرغوب فبيقولك أنا عايز أطلع كل الدجاج اللي عندي بهذه الصفات فكان بيعمل لها تزاوج مع أحد الديك الموجودة عنده علشان يحصل على البيت وبالتالي لما يطلع الناس للجديد يبقى بنفس الصفات برضو كانت بتنجح أو تفشل بالصدفة فضل الكلام عشوائي إلى أن جاء العلماء في بداية القرن العشرين وعرفوا أو اكتشفوا أن المعلومات الوراثية اللي هي مسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية في الكائنات الحية كلها دي بتكون محمولة على الكروموسومات طبعا الكروموسومات مش جديدة عليك أنت عرفها معنا من خلال الفصل الأول ما تقول ليش أن انت نستها لأن احنا لسه كنا بنتكلم عنها في الترم الأول في الوحدة التانية في تركيب الخلية وأفكرك أهو كنا بنقول أن احنا عندنا كروماتين الكروماتين ده اللي هو مادة الوراثة اللي هو أثناء انقسام الخلية بيتحول إلى الشكل اللي بنسميه كروموسوم الكروموسوم ده بيتكون من جزء طويل من الـ DNA وعلشان يتم احتواءه في الفراغ الصغير اللي هو النواة كان بيلتف في جزء الـ DNA حول جزيئات من البروتينات اسمها بروتينات هستونية أفكرك بمواصفات الكروموسومات كنا بنقول أنها موجودة داخل النواة الخلايا الحقيقية النواة بيتكون الكروموسوم من جزء طويل من الـ DNA يرتبط بالبروتينات الهستونية والمعلومات الوراثية اللي هي موجودة على الكروموسوم أو بالتحديد يعني على جزء الـ DNA بتكون عبارة عن جينات موجودة أو محمولة على جزء الـ DNA يعني ايه جين؟ تعالوا نشوف مع بعض مفهوم الجين نشوف الصورة دي بيتعبر لك عن الموضوع بنقول هنا الجين هو عبارة عن تتابع من النيوكليوتيدات على جزء DNA يمثل شفرة لبروتين معين مسؤولة عن ظهور صفة معينة أو ممكن تحط صيغة تانية قطعة من جزء DNA مسؤولة عن ظهور صفة معينة أو ممكن تقول هو موقع على الكروموسوم من حمض DNA يتحكم في صفة ما وله أليل أو أكتر يعني ايه بقى كلمة أليل؟ تعالوا نفهم الحكاة دي مع بعض احنا اتفقنا ان الجين قطعة على جزء الـ DNA جزء من الكروموسوم فأنا عندي هنا مثلا ده كروموسوم اللي هو باللون الأحمر ده هنفترض ان هو جاي من الأب والكروموسوم البنفسجي ده جاي من الأم القليل تعريفه ايه؟ هو الصورة البديلة للجين والتي تتحكم في الصفة نفس الصفة وتوجد في نفس الموقع على الكروموسوم المماثل بس مش لازم يكونوا الاتنين بنفس الشكل زي الحالة هنا اهو عندنا الـ A وعندنا الـ C الشكلين مختلفين بس بيحكمهم نفس الصفة اما بقية الغموز اللي هي الـ R small والـ P وعندنا كمان لون العين اللي هو الـ P بي بوك في الحالة دي بنقول عليهم ايه؟ ان هما متماثلين شكل بعض الاتنين طيب تعال افكرك اكتر بموضوع الكروموسومات والكروماتينات في البداية بقولك ان انا عندي الخلية في الوقت العادي من حياتها بيكون مادة الوراثة داخل النواة عبارة عن خيوط كروماتينية بنسميها كروماتين الكروماتين ده عبارة عن خيوط متدخلة متشابكة ما اقدرش اميزها ولا افصلها ولا اعدها ولكن لما تيجي الخلية تدخل في مراحل انقسام في نهاية الطور البيني بيحصل ايه؟ بيحصل ان الكروماتينات دي بتنكمش فبتتميز الى الشكل اللي هو اللي انت شايفه معايا ده اللي بنسميه كروموسوم الكروموسوم في الحالة دي بنقول عليه كروموسوم احادي الكروماتيدات في نهاية الطور البيني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تضاعف للكروموسوم بيبقى بالمنظر اللي انت شايفه معايا دلوقت ده ليه؟ استعدادا للانقسام علشان لما تيجي المادة الوراثية تتوزع على الخلايا النتجة من الانقسام تتوزع بالتساوي طيب انا عندي الكروموسومات كل كروموسوم بيكون موجود لحاله؟ لأ بيكون الكروموسومات في ازواج بنسميها كروموسومات متمثلة يعني ايه كروموسومات متمثلة؟ اهيه انا لسه كنت عرض لك الصورة علشان اوضح لك القليلات وهنا بعرض لك نفس الفكرة تاني بقولك ان الكروموسومات موجودة في شكل ازواج بيكون كل اتنين منهم واحد جاي من الام والتاني جاي من الام الاتنين نفس الشكل نفس الطول نفس الحاج كل حاجة وعليهم نفس الجينات الجين اللي هو R ده بيحكم صفة محددة الجين D بيتحكم في صفة تانية الجين A خلي بالك الموقع واحد على الاتنين الجين B الجين C وهكذا طب هل نفس الاتنين يبقوا نفس الشكل مش شرط بدليل انت عندك هنا اهو D في D capital D smooth الباقي نقي في كل الحالات او بنقول عليه اللي هو متماثل فلما نيجي نقول يعني ايه كروموسومات متماثلة بنقول هي ازواج من الكروموسومات تأخذ نفس الشكل وتحمل نفس الجينات في نفس المواقع تعالى دلوقتي بقى نشوف اسئلة مباشرة على الموضوع السؤال الاول بقولك اي الاشكال الاتية يوضح زوجا متماثلا من الكروموسومات A في عدم تساوي B في عدم تساوي هم متساويين في الحجم ولكن السنترومير مكانه هنا مختلف عن هنا C والتساويين طب نبص على ال D لا 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 ال D خلاص خارج الموضوع يبقى هو ال C تمام طيب سؤال تاني تحمل الجينات على اظن السؤال واضح على الكروموسومات سؤال تاني ترتب الكروموسومات في ازواج متماثلة داخل نواة الخلايا حقيقية النواة ما المقصود بمصطلح ازواج متماثلة بص معي كده للاختيارات الاختيار الاول بنقول ازواج الكروموسومات التي تورث من احد الابوين خلاص سك عليها ليه ان الكروموسومات بتورث واحد من الاب واحد من الام الاختيار التاني ازواج الكروموسومات التي تحمل نفس القليلات لا هو نفس الجين بس مش نفس القليل تمام طيب سي ازواج الكروموسومات التي لها نفس الطول ونفس مواضع الجينات هي دي طب نشوف كده دي ازواج الكروموسومات المسؤولة عن ظهور نفس الصفة في كائنات حية مختلفة لا طبعا ما ينفعش يبقى الاختيار الصحيح بتاعنا هو مين هو السي تعالا بقى نشوف موضوع تاني انواع الخلايا في جسم الكائنات الحية شوف الجدول ده بيوضح لنا الحكاية بمنتهى الاختصار عندنا فيه خلايا بنسميها خلايا جسدية وفيه خلايا بنقول عليها امشاج جنسي الخلايا الجسدية تعالا نشوف امثلة علشان نفهمها بنقول مثلا عند اهو جميع خلايا الجسم مع عدل امشاج التي تتكون في المناسل تب ديني امثلة اقول لك الجلد الكبد الكلية الراقة بنكرياس المعدة الامعاء اي خلايا بقى تيجي على بالك تعالا نطبقها في النبات بنقول لك هنا او خلايا الجذر خلايا الساق خلايا الاوراق او اقولها لك باسماء تانية خلايا برانشيمية خلايا كولنشيمية خلايا سكلرانشيمية بفكرك بالترمي الاول خلي بالك اوعى تضيع المعلومات اللي بتاخدها لانك هتحتاجها في تانية علمي وهتحتاجها في تلتة علم علوم لو انت نوي على مشوار الطب ان شاء الله على قد ما هتحتفظ بالمعلومات على قد ما هترتاح في سنة ثالثة تعال نشوف بقى الأمشاج الجنسية طالما بدأنا بالأمثلة نبدأ بالأمثلة هناك في الأمشاج الجنسية الأمشاج الجنسية في الإنسان أولا بنقول إنها بتتكون في المناسل طيب في الإنسان والحيوان عبارة عن إيه بنقول المشيج الجنسي المذكر اللي هو عبارة عن الحيوان المنوي وده بيتكون في الخصية المشيج الجنسي المؤنث عبارة عن البويضة وده بيتكون في المبيض طيب في النباتات عندي الأمشاج المذكرة اللي هي بيتكون في حبوب اللقاح بيكونها المتك والمشيج المؤنث اللي هو عبارة عن البويضة وده بيتكون في المبيض إزاي بنحصل على كل نوع من النوعين من الخلايا إنه للخلايا الجسدية بنحصل عليها بالانقسام الميتوزي اللي هو بنسميه الانقسام المتساوي أما الأمشاج الجنسية بنحصل عليها بالانقسام الميوزي اللي هو الانخسام المنصف وهفكرك به دلوقتي آخر حاجة بس علشان نسيب الموضوع ده بنقولك إن الخلايا الجسدية بتحتوي على أزواج من الكروموسومات المتمثلة الكروموسومات ايه؟ المتمثلة اللي هم واحد من الأب وواحد من الأم واللي اتنين شبه بعض نفس المواصفات وفي نفس الوقت عليهم نفس الجينات اللي هم بحكموا نفس الصفات وهذه الأزواج بنديها رمز بنقول عليها 2N أو 2N ثنائية المجموعة الصبغية لكن بقى في حالة الأمشاج الجنسية اللي هي بتنتج بالانخسام الميوزي فبالتالي عدد الكروموسومات فيها النص بنقولك تحوي نصف عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلية الجسدية وفي الحالة دي هقول 1N أو بقول N وخلاص وطالما أن الكروموسومات مش في حالة أزواج فبنقول المجموعة هنا بنقول أحادية المجموعة الصبغية أو أحادية المجموعة الكروموسومية طالما تكلمنا بقى عن الخلية الجسدية والأمشاج الجنسية وقلنا انخسام ميوزي وانخسام ميتوزي تعال أفكرك بالانخسام الميوزي والانخسام الميتوزي بنقول عندنا نوعي الانقسام في الخلية عندنا نوعين انخسام ميوزي اللي هو المنصف وانخسام ميتوزي اللي هو المتساوي نفكرك بالاثنين انخسام الميتوزي أهو أنا بادئ بخلية فيها عدد معين من الكروموسومات العدد أي عدد أنا بديله رمز N فيبقى العدد الكلي بنقول 2N اللي هو معايا هنا كام أربعة بيحصل الخطوات بتاعة الانقسام المتساوي اللي هي بنقول عليها الطور التمهيدي الاستوائي اللي انت شايفه معايا هنا أهو وبعد كده الطور الانفصالي وبعد كده الطور النهائي في النهاية بيحصل انقسام سيتوبلازمي بنحصل على خليتين في كل خلية نفس العدد اللي كان موجود في الخلية الأصلية لذلك احنا بنقول عليه متساوي كل خلية من الخليتين متشابهتين ومشابهة للخلية الأصلية نسختين متماثلتين وكل منهم نسخة من الخلية الأصلية النوع الثاني اللي هو الانقسام الميوزي انقسام الميوزي هو في حقيقة الأمر انقسامين مش انقسام واحد المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن الميوزي الأول خلي بالك أنا برضو بدأ بخلية فيها أربع كروموسومات فأنا عندي الميوزي الأول بيحصل اللي هو فيه الأطوار اللي احنا اتفقنا عليها تمهيد استواء انفصال نهائي في النهاية بنحصل على خليتين في كل خلية نصف العدد من الكروموسومات يعني أنا بدأت بخلية فيها أربع حصلت على خليتين في كل خلية فيه اتنين بس طيب المرحلة الثانية اللي هو الميوزي الثاني كل خلية هتنقسم الانقسام بتاع المرحلة الثانية هو يعتبر ميتوزي أو يعني ايه نفس الخطوات بنفس السيناريو فأنا عندي هنا بدأ بخلية فيها اتنين هتنقسم إلى خليتين في كل خلية نحصل عليها يبقى فيها اتنين طيب لما أقارن الخلاية النهائية بالخلية الأم أنا بدأ بخلية فيها أربع حصلت على أربع خلايا في كل خلية نص العدد اللي هو اتنين بنقول هنا بقى يبقى أنا بدأ بـ 2N حصلت على أربع خلايا 1N في الميتوزي أنا بدأ بخلية 2N حصلت على خليتين كل منهم 2N نعمل المقارنة كده بين الاتنين علشان بس نفهم الحكاية بنقول مبدئيا مكان الحدوث أو نوع الخلايا اللي هيحصل فيها كل نوع من الانقسامين انقسام الميوزي بيحصل فيه المناسل اللي هي الخصية أو المبيض أو الموتوك في حالة النبات أو حتى المبيض بتاع الزهرة في حالة النبات أما الانقسام الميتوزي ده بيحصل في الخلايا الجسدية في الجلد في المعدة في الأمعاء زي ما احنا متفقين دلوقتي لما عددنا الأمثلة عدد الخلايا النتيجة عن انقسام الخلية الوحدة في الحالتين في الانقسام الميوزي اللي هو ده أنا بدأت بخلية في النهاية حصلت على أربعة أما في الميتوزي بدأت بخلية حصلت على اتنين طيب عدد الكروموسومات عدد الكروموسومات في حالة الميوزي أنا بدأت بخلية فيها أربعة بس حصلت على أربعة خلايا في كل خلية كام اتنين يعني النص هنا في الميتوزي بدأت بأربعة حصلت على خليتين في كل خلية كام يبقى بنقول هنا عدد الكروموسومات في الانقسام الميوزي بنقول نصف العدد بدل تو ان يبقى وان ان في الميتوزي نفس العدد طب نوع الخلايا الناتجة في كل حالة أمشاج مذكرة أو أمشاج مؤنثة على حسب جنس الفرد أو جنس العضو اللي بيحصل فيه الانقسام بالنسبة للميتوزي الخلايا الناتجة خلايا جسدية طب تعال نشوف بقى الهدف الهدف من الانقسام الميوزي هو انتاج الأمشاج الجنسية اللي هي هتقوم بالتكاثر الجنسي أما بالنسبة للميتوزي هنا الهدف يتوقف على درجة رقي الكائن إزاي أنا عندي في الإنسان أو الحيوان أو النبات اللي هي الكائنات الراقية بيبقى هدف الانقسام المتساوي نمو إضافة خلايا عشان يحصل نمو أو تجديد أو تعويض لكن تعال تخيل معايا كائن كل جسمه عبارة عن خلية واحدة زي براميسيوم زي الأميبة أو زي الفطر الخميرة مثلا لما ينقسم انقسام ميتوزي والخلية تبقى خليتين يبقى ده نمو ولا تكاثر ده يبقى تكاثر فبنقول هنا ده يبقى الهدف في حالة الكائنات البدائية تكاثر لا جنسي عشان أقول تكاثر جنسي يبقى لازم أمشاك أنا عندي هنا ما تكونش أمشاك فيبقى تكاثر بس لا جنسي ناخد فاصل ممكن توقف الفيديو تروح تشرب كبهة شاي أو تجيب كبهة الشاي وتيجي تعال نشوف بقى مع بعض الطرز الكروموسومي بنقول الطرز الكروموسومي هو تلتيب الكروموسومات تنازليا خلي بالك تنازليا حسب حجمها ثم ترقمها يعني ايه يعني خلي بالك من الثلاث كلمات اللي أنا اتكت عليهم تنازليا يعني أنا ببدأ بالكبير حسب حجمها لا حسب الوزن ولا حسب الطول ولا حسب القطر ولا حسب الكثافة لا حسب الحجم ثم ترقمها يعني ايه برضو يعني في الطرز الكروموسومي يبقى الكروموسوم رقم واحد هو أكبر حاجة اهو زي ما انت شايف الكروموسوم الأخير اللي انت شايفه هو ده يبقى أصغر حاجة خلي بالك التلتيب حسب الحجم بنعمل الكلام ده ازاي بنقول يتم تصنيف الكروموسومات عندما تكون في أوضح صورة لها وايه هي أوضح صورة دي او ايه هو الوقت اللي بتكون فيه الكروموسومات في أوضح صورة بنقول هو الطور الاستوائي من أطوار الانقسام سواء كان انقسام ميوزي او ميتوزي بعد كده بنعمل ايه بنضيف مادة الى الخلايا بتعمل على تفجير الانوية فتتحرر الكروموسومات بناخد لها صورة بالميكروسكوب ميكروسكوب فيه كاميرا بناخد صورة وبعد كده بنصنفها عشان نعمل الطرز اللي انت شفته معنا في الصورة دي وعلشان مزيد من الايضاح ممكن نضيف صبغة الى الخلايا اثناء فحصها علشان الكروموسومات احنا عارفين من الترم الاول انها بتقبل التلون بالاصباغ وده سبب التسمية اصلا احنا نسمينها كروموسوم جاية من الكلمتين اللاتنيتين كروموسومة اللي هي جسم ملون تمام فبالتالي بنحتفظ او بنقدر نحصل على صورة واضحة للكروموسومات اللي احنا بنصنفها ونضعها في صورة هذا الترز الكروموسومي واوريلك ترز كروموسومي تاني ده ترز كروموسومي بس ده ترز كروموسومي لخلية جسدية من ذكر انسان طبيعي x y هنتكلم برضو عن ال x x وال x y لو جينا نركز على الترز الكروموسومي في الانسان بنقول ان احنا عندنا الخلايا الجسدية في الانسان الطبيعي فيها 46 كروموسوم اللي هم موجودين في صورة ازواج لأن احنا متفقين أنهم كروموسومات متمثلة اللي هم 23 زوج بتترتب الكروموسومات في أزواج متمثلة تنازليا حسب حجمها من رقم 1 إلى رقم 23 حيثه بنقولك هنا أو تسمى أزواج الكروموسومات من 1 إلى 22 بالكروموسومات الجسدية بنقول يسمى الزوج رقم 23 بالكروموسومات الجنسية لأنه بيحمل المعلومات الوراثية الخاصة بتحديد الجنس وأوري لك الصور عندي هنا أهو من 1 لغاية 22 دي الكروموسومات الجسدية الزوج رقم 23 هنا اللي هم الاثنين X بنقول XX يبقى دي بنقول طرز كروموسومي لأنثى إنسان طبيعي طيب هنا من 1 لغاية 22 دولا اللي هم الجسدي والزوج الأخير اللي هو الجنس XY ده الغير متماثل لأن الـ X أكبر من الـ Y ففي هذه الحالة بنقول ده طرز كروموسومي لخلية جسدية من ذكر إنسان طبيعي تعال نشوف ده بقى ده عبارة عن إيه؟ أنا عندي هنا كروموسومات أهو من 1 لغاية 22 23 بس الكروموسومات فردية يعني مش في صورة أزواج يعني 23 بس مش 23 زوج يبقى ده هو مشيق بس هل هو مشيق مذكر ولا مشيق مؤنف خلي بالك أنا عندي الأنثى لما بتيجي تاح يحصل انقسام ميوزي علشان نحصل على أمشاك هيبقى الأمشاك فيها 22 زائد X كلها لكن في حالة الذكر يبقى أنا عندي في نوعين 22 زائد X أو 22 زائد Y أنا عندي هنا الطرز اللي موجود معايا ده 22 زائد X يبقى ده بنقول عليه إيه؟ أقول ده هو عبارة عن طرز كروموسومي لمشيق إنسان قد يكون حيوان منوي وقد يكون بويضة طب تعالى نكمل علشان برضو نتك على حتة الكروموسومات الجنسية الكروموسومات الجنسية بنقول هي الكروموسومات التي تحدد جنس الفرد سواء هيكون ذكر أو أنثى ودي بتكون في حالة الذكر زوج غير متماثل اللي هو XY احنا شفناهم دلوقتي في الطرز الكروموسومي كان الـ X أكبر من الـ Y بينما في الأنثى بتكون عبارة عن زوج متماثل اللي هما XX بالمناسبة الكروموسوم X ده بنسميه كروموسوم الحياة اللي من غيره ما ينفعش الإنسان يعيش بدليل أن احنا عندنا فيه الأنثى عايشة بدون الـ Y لكن ما فيش حد عايش بدون الـ X بنقول يتميز زوج الكروموسومات الجنسية بأنه ماله لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم خلي بالك من النقطة دي قوي 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 لأنها بتتكرر في الامتحانات لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم إزاي؟ بنقول المفروض أن أنا عندي الكروموسومات الجنسية المتماثلة اللي هي في حالة الأنثى XX بأكد على الـ XX لأنهم زي بعض ونفس الحجم وكل حاجة ففي الحالة دي المفروض يبقى بعد رقم سبعة في الترتيب بتاع الترز الكروموسومي يعني يبقى رقمه تمانية ولكن هو نظرا لأنه مميز بحكم الجينات اللي موجودة عليه وهو المسؤول عن تحديد الجنس فإحنا بنخليه في آخر الترتيب بنديله رقم 23 في نهاية الكروموسومات في الترز الكروموسومي الملاحظة التانية بنقولك أن زوج الكروموسومات الجنسية بيكون غير متماثل في الذكر متماثل في الأنثى لذلك يختلف الترز الكروموسومي في الذكر عنه في الأنثى تعالى نعمل مقارنة ما بين الكروموسومات الجنسية والكروموسومات الجسدية شوف معايا المقارنة دي الكروموسومات الجسدية بنقول هي عبارة عن أي كروموسوم بخلاف الكروموسومات الجنسية يعني اللي هما الـ 22 زوج ده في حالة الإنسان يعني الكروموسومات الجنسية هي الكروموسومات التي تحمل الجينات المسؤولة عن تحديد الجنس اللي هما عندنا في الإنسان الكرموسومات الجسدية تحتوي خلايا الإنسان على 22 زوج من الكرموسومات الجسدية ده بالنسبة للعدد بينما الجنسية زوج واحد الكرموسومات الجسدية من حيث التماثل بنقول كلها متماثلة من الزوج رقم واحد وحتى الزوج رقم 22 كلها كرموسومات متماثلة أزواج متماثلة بينما الكروموسومات الجنسية في حالة الذكور XY أو X و Y يبقى متمثلة لا غير متمثلة حيث تختلف في الحج وبالتالي في الجينات المحمولة عليها بينما في الإناث XX يدي بتكون متمثلة آخر حاجة بنقول الكروموسومات الجسدية مرتبة تنازليا حسب حجمها من 1 إلى 22 بينما الكروموسومات الجنسية في الإنسان أنا كل كلامي عن الإنسان لا ترتب تنازليا حسب حجمها الكروموسوم X من حيث الحجم يجب أن يلي الكروموسوم رقم 7 من حيث الحجم نشوف العدد الكروموسوم أعداد الكروموسومات دي أعداد بتكون ثابتة في النوع الواحد بنقول له يختلف عدد الكروموسومات في الكائنات الحية من نوع إلى آخر إلا أنه ثابت في أفراد النوع الواحد يعني إحنا عندنا الإنسان أي إنسان 46 كروموسوم ده الإنسان الطبيعي تعالى نستعرض مع بعض كده الجدول الجدول اللي موجود عندي هنا أهو بنقول لك هنا الإنسان 46 كروموسوم الدجاجة 32 القطة 38 حشرة لبابة الفكهة اللي يدرسوا فلودي لنا قصة معها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة 8 الكلب 78 وهكذا بالنسبة للباية أنا مطلوب مني أحفظ الأرقام دي لا بس أنت هتعرف كم مثال بس كده لأنك هتحتك بيهم الإنسان خلاص إحنا عارفين إنه هو 46 وعندك ذبابة الفكهة أو الدروسوفلة 8 ولسه محتاج كمان تعرف إن البازيلة 14 لسبع أزواج طيب هو العدد الكروموسومي ده إيه اللي أستشفه منه بقولك هنا أهو الكائنات الحية من نفس النوع لها نفس العدد من الكروموسومات ويه بستدل على إنها هي التي تحمل المعلومات الوراثية التي تحدد صفات الكائن الحي طيب هنا بس في نقطة كان العلماء في بداية رحلتهم مع علم الوراثة ويه لما وصلوا لعدد الكروموسومات قالك أنا عندي تخيلوا يعني في البداية إن كل ما زاد عدد الكروموسومات اللي هو العدد الكروموسومي كلما زاد رقي الكائن الحي إلى أن اكتشفوا إن الكلب فيه 78 كروموسوم هل الكلب ده أكثر رقيا أو أكثر تعقيدا من الإنسان؟ طبعا لا نباتة تبغ 48 كروموسوم الغوريلا 48 كروموسوم البطاطا 48 كروموسوم بينما الإنسان 46 كروموسوم يعني فيه كائنات أكتر من الإنسان ده مش معناه إن كل ما زاد عدد الكروموسومات كل ما زاد رقي أو تطور أو درجة تعقيد الكائن الحي دي حاجة ملهاش أي علاقة ده كمان فيه حاجة لازم تعرف أن انت هتلاقي أكتر من كائن لهم نفس العدد الكروموسومي تعال نشوفه هو احنا معنا في الجدول في 48 متكررة أكتر من مرة عندك نباتة تبغ عندك نباتة البطاطا وعندك الغوريلا فيها نفس العدد تعال نشوف بقى الأسئلة أول سؤال بنقول في الطرز الكروموسومي ترتب الكروموسومات وفقا لحجمها بس الترتيب هيكون تنازلي؟ ولا تصعدي؟ ولا عشوائي؟ ولا في ثلاث مجموعات متمثلة الأحجام؟ طبعا احنا أكدنا عليها وقلناها خلاص سؤال تاني في الطرز الكروموسومي البشري للذكر ما رقم زوج الكروموسومات الذي لا يمكن اعتباره متماثلا تماما؟ أنا عندي في الطرز الكروموسومي للذكر فيه زوج واحد بس لا يمكن اعتباره متماثل هو غير متماثل حقيقي اللي هو الزوج الأخير XY اللي هو رقم 23 ما تقوليش 8 لا لأن احنا ما حطناهش في مكانه احنا شلناه وحطناه في الآخر طيب لو شلنا في الطرز الكروموسومي البشري وبدل الذكر قلنا للأنثى هل يوجد زوج كروموسومات غير متماثل؟ لا طيب نشوف سؤال تاني تحتوي الخلية احدية المجموعة الصبغية في الغوريلا على 24 كروموسوم السؤال بقولك ما عدد الكروموسومات التي تحتوي عليها خلية جسمية ثنائية المجموعة الصبغية لهذا الكائن الحكاية مش محتاجة يعني خلية احدية وبسألك عن الخلية الثنائية يبقى اضرب في اتنين يبقى انا عندي بقولك في 24 في الخلية الأحدية يبقى الخلية اللي هي الجسمية يبقى فيها كام؟ 48 اللي هي دي تختلف الحيوانات المنوية للإنسان فيما بينها من حيث شوف الاختيارات هنا بقى عدد الكروموسومات الجسدية والجنسية العدد لأ ثابت ده بالنسبة للحالات الطبيعية طيب الاختيار التاني عدد الكروموسومات الجنسية فقط برضو لأ لان في اي حيوان منوي هو واحد جنسي بس يا اما اكس يا اما واي نوع الكروموسوم الجنسي آه هي دي لسه انا بقولك يا اما اكس يا اما واي سؤال تاني العبارة الصحيحة فيما يلي هي الجين يمثل شفرة لعدة بروتينات بالخلية طبعا غلط تاني البروتين ما هو إلا تعبير الجين عن نفسه آه والله صح مش احنا كنا لسه بنقول في الصيغة الكتير اللي احنا قلناها قلنا الجين هو قطع من الدي اني ايه مسؤول عن بناء بروتين معين اهو هي بي بس بصيغة مختلف وبالتالي ممكن تضيف الصيغة دي للصيغة القديمة اللي احنا قلناها من شوية سي انا بقى سي هقول بقيت الاختيارات علشان اتأكد سي جزيء دي ان ايه يمثل شفرة لنوع واحد من البروتينات لا لان دي ان ايه بيحمل مئات الجينات البروتين يمثل شفرة لعدة جينات بالخلية لا البروتين مش هو اللي بيمثل شفرة ده هو الجين هو اللي بيمثل شفرة لبناء البروتين يبقى احنا خلاص اتفقنا على ان الاجابة الصحيحة هي بي سؤال تاني ما الذي يمثله الطرز الكروموسومي المقابل خلي بالك بقى انا عندي هنا اهو كروموسومات فرادة ولا ازواج فرادة طيب طالما عرفت فرادة يبقى عرفت انه ماشيك بص بقى على اخر حاجة اخر حاجة يبقى ده ايه عبارة عن طرز كروموسومي لحيوان منوي طبيعي اهو خلي بالك انا بقول كلمة طبيعي اكتر من مرة لان انت مع الوقت ولما هنمشي في الدروس هتعرف كلمة طبيعي دي ان في مقابلها حاجة غير طبيعية هنعرفها في الاخر ان شاء الله يبقى انا بقول هنا ايه حيوان منوي فاصل علشان نبدأ في النظرية الكروموسومية اللي هي عنوان الدرس النظرية الكروموسومية دي وضعها اتنين من العلماء في سنة 1902 مش لازم تحفظ التاريخ اوي بس لازم تحفظ اسماء العلماء العلماء الاول اللي انت شايف صورته دلوقتي اللي هو والتر ساتون والتاني اللي هو تيدور بوفري دول اسسوا النظرية الكروموسومية اكدت عليك في الترمي الاول وبأكد عليك دلوقتي ان احنا في علم الاحياء لازم نعرف اسماء العلماء لان احنا بنقدر العلماء بتوعنا وبالتالي ده هدف من اهدف تدريس الاحياء يبقى انت مضمون يجيلك سؤال في اسماء العلماء تعالى نشوف اسس النظرية الكروموسومية لساتون وبوفري الاساس الاول بنقول توجد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل ازواج متماثلة تو ان اللي احنا بنقول عليها خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية الاساس التاني بنقول الامشاج الجنسية خلي بالك بقى ده النوع التاني من الخلايا الامشاج الجنسية بها نصف عدد الكروموسومات اللي هو وان ان الموجودة في الخلايا الجسدية مظبوط طيب تعقيبا على الكلام ده انا بحصل على الامشاج باي نوع من الانقسام بالانقسام الميوزي طيب زيادة في التعقيب اهو انقسام الميوزي بنحصل اهو انا عندي خلية فيها تو ان الميوزي الاول بينتج خليتين في كل خلية نصف العدد اللي هو اتنين من اربعة يعني وان ان بعدين الميوزي التاني كل واحدة من الاتنين تنقسم الى خليتين فنحصل على اربع خلايا بس في كل خلية وان ان اللي هو نصف العدد الموجود في الخلية الام الخلية الاصلية تعقيبا برضو على الكلام بنقول تنفصل ازواج الكروموسومات المتمثلة الى مجموعتين متساويتين من الكروموسومات الكروموسومات المتمثلة بص هنا في الانقسام الميوزي اللي اتنين دول ده اهو احمر وده ازرق والاتنين التانيين واحد احمر واحد ازرق لما نيجي نعمل الانقسام بينفصل الازواج دي عن بعضها يبقى الازرق ده هيروح في خلية والاحمر ده هيروح في خلية اهم الاتنين التانيين نفس الكلام الاساس اللي بعد كده بنقول يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوك مستقل عند انتقاله في الامشاج مستقل وفي نفس الوقت عشوائي والحتة دي هي اساس التنوع الوراثي بين الكائنات اللي بتتكثر بالامشاج عند الاخصاب خلي بالك بقى انا ده لو افترضت ان ده حيوان منو مشيج مذكر اهو فيه وان ان وفي المقابل هيبقى المشيج المؤنث فيه وان ان عند الاخصاب يعود العدد الزوجي للكروموسومات من جديد لان الاخصاب هو اندماج المشيجين مع بعض الخليتين مع بعض بمادتهم الوراثية يبقى وان ان من هنا مع وان ان من هنا يرجع العدد الاسطق اللي هو تو ان وهو ربها لك دلوقتي اخر مبدأ من مبادئ النظرية الكروموسومية بنقول تقع الجينات على الكروموسومات والكروموسوم الواحد قد يحمل مئات الجينات يعني ايه الحتة دي تعال افسرها لك هو انا عندي الجينات في جسم الانسان كام تقول لي وانعرف منين اقول لك تعالى هي الصفات اللي موجودة في جسم الانسان كام تقول لي ده كتير كتير قوي ده مش هنقول مئات ولا هنقول الاف ده انا اقول ملايين الصفات ده على اقول لك حاجة واحدة بس وليكن مثلا العين اقول لك لون العين اتساع حدقة العين اقول لك اه شكل زوية العين ادماع العين حساسية العين يعني فيه حاجات كتير الشعر لون الشعر كثفة الشعر ملمس الشعر تمويجة الشعر اه تساقط الشعر تقصف الشعر يعني كل حاجة فيها بدل الصفة عشرة يبقى انت عندك صفات كتير طيب والصفات دي كل صفة معناها جين طيب والجينات دي موجودة فين محمولة على الكروموسومات انا عندي عدد الكروموسومات كام 46 ينفع كل كروموسوم يبقى على جين واحد يبقى انا عندي كل الحكاية 46 جين لا ماينفعش يبقى انا بقول هنا الكروموسوم الواحد قد يحمل مئات من الجينات تعالى اوضح لك بقى فكرة التكاثر الجنسي فكرة التكاثر الجنسي اهي انا عندي احد الابوين اللي هو وليكن اهو الاب تو ان الام تو ان بيحصل انقسام ميوزي علشان تتكون الأمشاج هنا الأب هيكون الحيوانات المنوية اللي هي 1N والأم هتكون البويضة اللي هي 1N لما يتحد اللي اتنين مع بعض في عملية الإخصاب يتكون عندي هنا الزيجوت اللي هو 2N الزيجوت ده يحصل له انقسام ميتوزي علشان ينتج الطفل اللي هو 2N ومع استمرار انقسام الميتوزي يكبر علشان يحصل نمو وهكذا تعال بقى نشوف شوية أسئلة على موضوع النظرية الكروموسومية نبدأ بالسؤال الأول من مؤسس النظرية الكروموسومية للوراثة ساتون وبوفري سؤال تاني بنقول اختر من الآتي العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالنظرية الكروموسومية العبارة الصحيحة تعال نشوف الاختيارات كده وهنقف عند الاختيار الصح على طول توجد الكروموسومات في الأمشاج في صورة أزواج متمثلة خطأ بيه تسلك الكروموسومات سلوكا مستقلا أثناء انتقالها وانعزالها في الأمشاج هي ده الاختيار الصح طيب تأكيد بعد اخصاب الخلايا الجسدية مش الخلايا الجسدية هاي اللي بتخصها اللي بيتخصها بهذه الأمشاج الجنسية وكمان تكمل بابي ولا كيه يفقد نصف عدد خلاص ما تكملش ما احنا أول عبارة خلتنا صرفنا نظر عن الاختيار ده الاختيار الأخير الكروموسومات الجنسية هي الكروموسومات الوحيدة التي توجد في صورة أزواج متمثلة في الخلايا الجسدية والأمشاج لا هي أصلا في الأمشاج مش موجودة في أزواج يبقى خلاص هو العبارة كلها على بعضها كده من تركيبها غلط يبقى الاختيار الصح هو مين هو بيه تسلك الكروموسومات سلوكا مستقلا أثناء انتقالها وانعزالها في الأمشاج سؤال تاني أي من الآتي لا يعد مبدأ من مبادئ النظرية الكروموسومية معنى السؤال هنا إيه إن انت عندك فيه تلات اختيارات من مبادئ النظرية وواحد ليس من مبادئ النظرية أنا عايزه هو ده نقول يمكن أن يحمل كروموسوم واحد مئات الجينات ده من المبادئ آخر مبدأ بيه أو بيه عدد الكروموسومات في البشر هو 46 ده مش من المبادئ خالص ما جبناش شرطه هي ده حقيقة بس مش من مبادئ النظرية طب تعالى نشوف سيه تكون أزواج الكروموسومات متمثلة في الخلايا الجسدية مظبوط طيب دي تسلك الكروموسومات سلوكا مستقلا أثناء انتقالها في الأمشاج مظبوط ده من المبادئ يبقى هو بيه سؤال تاني تتضمن نظرية ساتون أنبوفري عدة مبادئ إحدى هذه المبادئ المرة دي بقى أنا عايز واحد من المبادئ عدد الكروموسومات في الأنواع المختلفة لا النظرية ما قالتش ما جابتش سلة العدد خالص عدد الجينات على الكروموسومات المختلفة في الإنسان حقيقة أن المجموعة الصبغية تعود ثنائية مرة أخرى بعد الإخصاب إحنا لسه شايفين المصور بتاع الحتة دي البوستر اللي شوفنا دلوقتي بقى هي دي طيب نشوف كده دي حقيقة أن الأمشاج تحتوي على نصف عدد الكروموسومات ماشي لغاية هنا كده ماشي حلوة أوي بس هيعكها في الآخرة بسبب الانقسام الميتوزي طبعا هي سبب الانقسام الميوزي سؤال كمان سؤال قبل الأخير تحتوي الخلية وحدية المجموعة الصبغية على مجموعة وحدة من الكروموسومات المنفردة ليست أزواجا أي الخلية الآتية تمثل خلية أحادية المجموعة الصبغية أنت هتدور على ماشيك وانت مغمط خلية قلبية لأ خلية عصبية لأ خلية جلدية لأ حيوان منوي آ خلصت آخر سؤال بقى نختم به الفيديو نقول أي من الآتي يصف الخلية ثنائية المجموعة الصبغية خلية ثنائية المجموعة الصبغية الاختيار إيه؟ خلية تحتوي على نسختين من كل كروموسوم مزبوطة هي دي طب نكمل خلية تنقسم لتكون أربع خلايا جديدة متطبقة لا خلي بالك أنت عندك الخلية اللي هتنقسم انقسام ميوزي هتكون أربع خلايا آه بس مش متطبقة انقسام الميوزي ما بيديش خلايا متطبقة ليه؟ لأن الكروموسومات بتمشي سلوك مستقل وعشوائي وبالتالي مفيش ماشيك زي التاني سي خلية تحتوي على نسخة واحدة من كل كروموسوم إزاي تبقى ثنائية وفيها نسخة واحدة يبقى أشتب على السي طب نبص على الدي خلية تحتوي على نسختين من كل زوج من الكروموسومات المتمثلة نسختين من كل زوج لا يبقى هو أكيد الاختيار الأولاني الاختيار إيه؟ في النهاية أكملنا يكون الدرس بسيط وسهل والأسئلة اللي احنا يعني عرضناها تكون عرضت لك أفكار مختلفة وبالتالي يعني يكون الموضوع بالنسبة لك تحت السيطرة وإن شاء الله بعد ما تخلص الفيديو اعمل الاختبار الإلكتروني على الفيديو علشان تكمل الاستفادة ونتقابل في فيديو جديد في القريب العاجل مع السلام